سألك سؤالين مع بعض يعني مصطفى فتحي موقفه إيه؟ هل الزمالك فعلاً فكر في مصطفى فتحي؟ وماذا عن مكافئات كاس مصرش نعرف إن الموضوع كبير شوية؟ بالضبط طيب مصطفى فتحي أولاً جزي جومز عمل معه مكالمة هاتفية خلال فترة التفاوض مع الزمالك يعني حتى من قبل ما يمضي العقود كان فيه طبعاً ترحيب مبداي في البداية بسبب إنه هو على معرفة جيدة بإمكانيات مصطفى فتحي لأنه دربه في التعاون السعودي وبالتالي كلمه ولكن الحقيقة إن عقد مصطفى فتحي ممتد مع نادي بيرامز حتى 2027 ونادي بيرامز رافض تماماً أو ملاك نادي بيرامز في الخارج رافضين تماماً فكرة بيع أكتر من اللعبين للزمالك يعني سيف جعفر وعبدالله السعيد فقط لغير فرفضوا فكرة رحيل مصطفى قصة إن مصطفى يعني يعتبر هو المتقلق البارز في بيرامز الفترة الأخيرة وبالتالي تم رفض رحيل ولكن مصطفى رغبته الأولى العودة للزمالك في محاولة هتتعامل تاني في الصيف اللي جاي من جانب كابتن أحمد سليمان مع مسؤولي بيرامز بالتواصل أو بالتنصيق مع جمز اللي بيضغط على مصطفى اللي حقيقة ما خدش وقت كبير في الضغط لأنه هو رغبته مع هذه الإدارة الجديدة إنه هو يرجع للزمالك وبالتالي في إمكانية أن احنا نشوف الصفقة اللي جاي لنادي الزمالك فترة المريكاتو الجاي مصطفى فتحي مش طيب مكافأة كاس مصر مكافأة كاس مصر هيتعامل في الزمالك ليحة مخصوص للمطش ده ليحة خاصة للمكافأات اللي هو مطش الأهلي مطش الأهلي في شهر مارس هيتعامله ليحة خاصة بعيدا عن الليحة الطبيعية للنادي الليحة دي بتقول إيه؟ بتقول إن اللاعب اللي هيسجل 200 ألف 200 ألف جنيه اللاعب اللي هيصنع 100 ألف جنيه اللاعب اللي هيساهم بري أسست هيبقى 50 ألف جنيه فاللايحة دي بتدرس دلوقتي من كابتن أحمد سلمان وكابتن حسين لبيب غير إن فيه رجال أعمال مساهمين بقوة ويعني رصدوا مكافأة خاصة كبيرة هي الأكبر قد تكون الأكبر في تاريخ نادي الزمالك بسبب يعني تحفيزا لللاعبين عشان يلفوز بالمباراة دي أنا الآن جيبت جول هاخد كم؟ 200 ألف عملت أسست؟ 100 ألف بري أسست؟ 50 ألف يعني إنت توتل معاك طب لو جول شاء الله مدافع لو خسرت لا لو خسرت كل ده هنلموا لا أنا سجلت بس خسرنا لا المكافأت دي مسروطة بتتويج الفريق باللق عظيم عشان بس لا 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 مسروطة أنا ممكن روح أجيب جول وروح بقى بقى لأن المكافأة زي ما احنا قلنا حتى في رقم عصرة المكافأة كبيرة مكافأة الفوزة استثنائية بكاس مصر طبعا في ظل إقامتها في المملكة العربية السعودية وبالتالي العائد هيكون كبير هاي